ننوه مشاهدين العزائل هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا حيث تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس سيرل رامفوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية بأن الاتصالة تناول التباحث بشأن تطورات الراهنة للقضية الليبية والجهود الأفريقية المشتركة لتسويتها في إطار محددات مبادرة إعلان القاهرة كما تم استعراض الموقف التفاوضي الحالي بشأن ملف سد النهضة هذا وقد أشاد الرئيس رامفوزا بالجهود المصرية المركزة والحثيفة في الملف الليبي مرحبا بموادرة إعلان القاهرة والتي تتسق مع جهود الاتحاد الأفريقي لتسوية الأزمة الليبية وإنهاء مخاطر تدعيتها السلبية على استقرار وأمن دول الجوار الليبية وعلى القارة الأفريقية ككل وقد استعرض السيد الرئيس ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية والتي تهدف بالأساس إلى الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار وتضع حدا لأعمال العنف والاقتتال والإرهاب مع عودة مؤسسات الدولة وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي وصون مقدراته وقد تناول الاتصال كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الراهل لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة فضلا عن أفاق التعاون الثنائي بين مصر وجنوب إفريقيا في مختلف المجالات بما فيها جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجدة ترجمة نانسي قنقر